فأكد محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة أنه تم إعداد وتجهيز النادي اتحاد سيناء بالعريش ليكون إضافة لمستشفى العريش العام من خلال نقل الحالات التي ينتهي علاجها بالمستشفى وبدء مرحلة الاستشفاء وخلال تفقد النادي أشهر محافظ شمال سيناء إلى وجود خمسين سريرا مجهزا في حجرات مقسمة للسيدات وأخرى للرجال مع توفير جميع خدمات الإعاشة والعلاجات التكملية لهم تحت إشراف أطباء وممرضين مضيفا أن المحافظة على استعداد لاستقبال أضعاف من المصابين الفلسطينيين والمرافقين